السيد جمال الجعفري رئيسا جديدا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم هذا ما أصفرت عنه أشغال اجتماع الجمعية العمومية لانتخابية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بمقر الجامعة الملكية المغربية للعبة برئاسة وديع الجريء رئيس الاتحاد السابق وبحضور رؤساء وممثلي كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء انتخاب رئيس الاتحاد جاء طبقا لمبدأ التداول المعتمد اجتماع انتخابي تم بمجبه انتخابي لك رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بصفة دورية إن شاء الله نقدرون انقدموا الإضافة في الفترة القادمة وإن شاء الله يكون فيه نشاط كبير للموسم القادم لـ 2017 و2020 بالتأكيد سيكون أكبر وأكثر هي اجتماع جمعية عمومية لاتحاد شمال إفريقيا نقول فيه عديد النقاط التي تخص المسابقات الرياضية الندوات التي نظمها الاتحاد وبعض النقاط المالية وفي الختام وقع انتخاب سي جمال كرئيس جديد الاتحاد شمال إفريقيا من ليبيا الشقيقة ونحن لدينا سنة حميدة في الاتحاد شمال إفريقيا أن الانتخاب يقع الاتفاق عليها بالتداول مسبقا خلال هذا الاجتماع تم ضبط تركيبة مختلفة لجان الفرعية الاتحاد حيث سيترأس المغرب اللجنة المالية وتونس لجنة المصابقات والجزائر اللجنة الفنية ومصر لجنة الحكام وليبيا لجنة الطبية إضافة إلى مجموعة من النقاط تمت المصادقة عليها تهم اللعب الأكثر شعبية في العالم هذا وقررت الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التوجه بمراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدعو من خلالها الكاف إلى ضرورة احترام جميع المعايير المعتمدة لتنظيم نهائية كأس إفريقيا للأمم المنصوص عليها في كراس الشروط من خلال هذه المشاركة المتميزة والمتألقة عبر سادة الرؤساء ومثلي الاتحادات على انشغالهم بظروف المشاركة وعبروا على عمل توصية سنواجهها إلى الكونفدرية الإفريقية هي بمثابة توصية بضرورة احترام دفدر الشروط المرافق للمشاركة متع مختلف الاتحادات حاري بالذكرى أن اتحاد شمال إفريقيا يضم بين ظهرانيه كل من المغرب وتونس الجزائر مصر وليبيا